وسؤال أخير هل يجوز الشماتة بأعداء الإسلام أما غير المسلمين من المسالمين فهؤلاء كل خير نستطيع أن ندفعه إليهم ندفعه إليهم وأول خير واجب علينا معهم أن ندعوهم إلى الإسلام وأن نعملهم بالعدل والإحسان لكن كلامي هنا عن العدو الظالم المفسد هل إذا نزلت به مصيبة يجوز أن نفرح بها نشمت به الجواب نعم يجوز الفرح بكل مصيبة تنزل بعدو مفسد في الأرض من أعداء الإسلام سيما إذا كانت هذه المصيبة ستقطع شره وهذا عمر بن عبد العزيز سجد لما هلك الحجاج عمر بن عبد العزيز لما عرف أن الحجاج المبير التالي الأتلة سفك الدماء الظلوم الغشوم هلك سجد شكرا لله ولما علم إبراهيم النخعي أن الحجاج هلك بكى من شدة الفرح وهذا ذكره الذهبي في ترجمته وكذلك الحسن البصري سجد شكرا لله لما هلك الحجاج وسيدنا علي بعدما قاتل الخوارج وشفز السدية بين قتلاهم وتيقن أنه هلك سجد شاكرا لله وفي الكرآن الدليل الساطع هو قال ربنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أيوة عدو من أعداء الإسلام يقتل المسلمين يسلب أراضي المسلمين يعتدي على أراضي المسلمين يأكل أموال المسلمين أو حتى مسلم ظلوم جبار مفسد في الأرض أراح الله العبادة منه هذا يفرح المؤمنون بهلاكه سيما إذا كانت المصيبة ستقطع شره عن الخلق والنبي رأى جنازة فقال مستريح أو مستراح من قالوا وما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله قال إن كان صالحا استراح من عناء الدنيا خلاص خرج من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة وأما إن كان من غير الصالحين استراح بموته منه الحجر والشجر والعباد استراح منه العباد والحجر والشجر لأن الحجر يسبح ربه والشجر يسجد لربه إن نشاز في الكون كله أغبياء الجن وأغبياء الإنس من العصاء المعرضين عن الله يخونا الأربع أمور دي إن ربنا عفانا منها سعدنا في الدنيا والآخرة حفظوا هذا الحديث الذي رواه الشيخان وكل يوم على الأقل مرة أو مرات نلح على الله بالدعاء به اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء عرفنا معنى إيه ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا بحفظك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام اللهم اكفينا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئ آمين بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته